بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند حلقة بداية الاسبوع وبداية اسبوع مبشرة باذن الله بالنسبة للمرحلة القادمة للنادي الاهلي منذ قليل انتهت مباراة الهلال وسانداونز في اطار مباراة الجولة الخمسة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق وبالتالي اصبحت مباراة الاهلي والهلال في الجولة السادسة مباراة الفرصة الاخيرة الفوز واحد سفر يكفي لتأهل الاهلي الى الدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا باذن الله استعداد جيد تحضير ممتاز خلال الفترة اللي جاية شحن المعنويات بشكل ايجابي مباراة كرة قدم بشكل مهم جدا على استاد القاهرة الدولي باذن الله احد ايام 31 مارس او 1 ابريل ده هتحدث خلال ال 48 ساعة القادمة وباذن الله تكون المباراة هي الفصل الاخير في هذه المجموعة الصعبة اللي يكتب من خلالها بطاقة العبور للنادي الاهلي الى الدور التالي كما هو معتاد في السنوات الاخيرة نتيجة ايجابية بالتأكيد ده كان فيها اداء فني ومستوى عالي جدا من بطل جنوب افريقيا كما هو المعتاد من الفرق الافريقية تحديدا في جنوب وغرب القرة وباذن الله التأهل في ايد النادي الاهلي يكفيه الفوز بهدف مقابل لشيء لضمان التأهل كمركز تاني في هذه المجموعة وفي كل مرة عندما يتأهل بإذن الله الاهلي في المركز التاني اكيد بيكون المشوار مختلف في الادوار النهائية كل ما كتب وكل ما نشر في السوشيال ميديا خلال الفترة الاخيرة تأكد اليوم انه عبارة عن اجتهادات والسوشيال ميديا ما هو الا عالم افتراضي بعيد تماما عن الواقع وهو ما حدث اليوم في ارضية الملعب من اداء جيد لبطل جنوب افريقيا اللي بدأ المباراة بتشكلته الاساسية وظهر بشكل قوي جدا كاستحواس وكعدد فرص متاحة في هذه المباراة حالة النهاردة فاكة ولسه تفاصيل لكن دي كانت مقدمة مهمة جدا لكل جماهير النادي الاهلي المسندة والمؤذرة والدعم في هذه المباراة ولا تفكير في اي شيء ابتداء من اليوم حتى 31 مارس الا عن مباراة الهلال السوداني وكل التوفيق كمان لمنتخبنا في المباراتين المقبلتين امام منتخب ملاوي بسرعة نبدأ حلقتنا باهم العنوين في ترند الاهلي الاهلي يطلب تأجيل مباراته في كأس الرطة وفي الترند المحلي 24 لاعبا في قائمة المنتخب لمبارتي ملاوي واخيرا فيتوريا قهربا يستحق الانضمام للمنتخب نعرض عندنا كواليس وتفاصيل كثيرة جدا وفي اخبار اعتقد ممكن تسمعه لأول مرة كالعادة من خلال شاشة قناة الاهلي وعبر برنامج الترند لكن بسرعة نروح لاهم المباريات واستعراض مباريات اليوم سواء الافريقية او حتى المباريات في الدوريات الاوروبية نبدأ مع بعض مباريات دوري ابطال افريقيا والجولة الخمسة ومنذ قليل انتهت مباراتين اقيمة في توقيت واحد الهلال تعادل واحد واحد مع ماموليتي سانداونز وفيتا كلاب الكنغولي تعادل على ارضه مع الوداد الرياضي المغربي سفر سفر الساعة ستة مبارات سنبا التنزاني امام حرية كونكري الغيني هذه المباراة توقع تحكيم مصري بيدرها وهيكون على رأس القيادة التحكيمية الكابتن محمد عادل بايبرز الاوغندي في لقاء تحصيل حاصل امام الرجاء الرياضي المغربي ايضا الساعة السادسة وفي الصهرة مساء اليوم مباراة مهمة جدا تحسن مصير شبيبة القبائل التأهل الدوري التالي عندما يصديف بيترو اتليتكو الانجولي طيب مباريات اليوم ايضا في الدور الانجليزي أستون نافيلا في هذه اللحظات بيصديف بورنوموس وبرينت فورد بيصديف ليستر سيتي وساوس هامبتون بيصديف توتنهام هوتسيبير وويلفر هامبتون بيصديف ليتزي يونيتد وفي الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم تشيلسي بيصديف ايبرتون طيب نروح لمباراة الدوري على اسباني ومنذ قليل انتهت مباراة المارية مع قادش بالتعادل الإيجابي واحد واحد والساعة خمسة وربع في مباراة ما بين رايو فاليكانو أمام جيرونا والساعة سبعة ونصف اسبانيول بيصديف فسيل تافيجو والساعة العاشرة من مساء اليوم أكلتكو مادريد في مواجهة مع بالنسي كل التعفيق بالتأكيد في مشاهدة مباراة تقوية ومهمة وأكيد جماهيري النادي الأهلي مبسوطة وسعيدة أنه خلاص فيه فرصة في الجولة الأخيرة إن شاء الله لضمان التأهل إلى الدور التالي لكن كل التفاصيل نقولها بعد الفصل طيب كلنا بالتأكيد كنا منتابع مباراة الهلال مع سانداونز واللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ولكن قبل المباراة دي كانت فيه مباراة مهمة جدا بالأمس وطبعا جاية في توقيت صعب جدا لأن انت خسرت في مباراة جنوب إفريقيا كنتيجة وكأداء وكان فيه غضب جماهيري مقبول بالتأكيد من جماهيري النادي الأهلي أن نتيجة مباراة سانداونز كانت غير متوقعة بنسبة كبيرة في ظل أن انت بتنافس على التأهل ومش عايز تقرر نفس الأخطاء اللي حصلت في 2019 ولكن خلاص المباراة انتهت وأحداثها انتهت ويدل الفريق يخرج من هذه الأجواء وأدى مباراة بالأمس آه فريق القطن الكاميروني طبعا مش بالمستوى الفني الكبير ولكن كان مهم جدا تطلع بنتيجة كبيرة وتعمل سكور كبير ليه بقى نتيجة وسكور كبير الفوزب على القطن الكاميروني بربعية أو حتى سلسية أو خماسية كان مهم جدا ليه عشان النتيجة اللي طلعت النهاردة في مباراة الهلال وسانداونز انت مش محتاج تكسب الهلال بسكور 2-0-3-0 والأرقام اللي كانت ممكن تبقى مقبولة أو هنتكلم عليها في الجولة الأخيرة لو كان النهاردة الهلال زي ما شفنا نتيجة التعادل أو لو كان خلص نتيجة التعادل الإيجابي أو تعادل سلبي فكان مفروض بنسبة كبيرة جدا انك تكسب القطن بسكور عشان لما تيجي تلعب الهلال مش محتاج تكسب غير 1-0 بس هتقول لي ما الليحة بتقول المواجهات المباشرة اه صحيح المواجهات المباشرة ولكن في المواجهات المباشرة انت لما تكسب 1-0 والهلال كسبك في السودان 1-0 هيبقى فيه تساوي فنروح بعد كده لقاعدة الاهداف الاهل احرص 11 هدف ودخل مرمى 8 اهداف فموجب 3 النهاردة الهلال بعد التعادل الإيجابي مع سانداونز احرص 6 وعليه 3 فموجب 3 فبالتالي في فرق الاهداف فيه تساوي مع الوضع في الاعتبار الاهل ما يكسب الهلال 1-0 هيبقى الهلال ساعتها ليه 6 وعليه 4 فهيبقى موجب 2 ففرق الاهداف في صالح الاهل يعني بعد التساوي في عدد النقاط ان شاء الله الاهل ما يكسب و10 نقاط هيتساوي في عدد النقاط 10 وهيتساوي مثلا بعد كده ممكن في فرق الاهداف ده موجب 3 والتاني ساعتها ممكن يبقى موجب 2 فالاهل ساعتها هيتأهل طيب نفترض مثلا نفترض لو حتى فيه تساوي الاهلي جاب اصلا عدد اهداف اكتر 11 الهلال جاب 6 فانت في جمع الاحوال فارق الاهداف هيبقى في صلحك وعدد الاهداف المحرزة اللي انت احرزتها هتبقى في صلحك فبالتالي انت المباراة الاخيرة مش عايز منها غير حاجة واحدة بس تكسب 1-0 طب لا قدر الله لو الهلال جاب جون يبقى انت ساعتها محتاج تكسب 3-1 3-1 لان ساعتها الهدف اللي احرزه او اللي هيحرزه مثلا قدر الله الهلال في القاهرة يبقى الهدف بهدفين فانت هناك قصران 1-0 لو الهلال جاب هدف في القاهرة بقى انت ده محتاج تكسب 3-1 لكن 1-0 تتأهل بنسبة مليون في المية الى الدور التالي ساعتها بقى انت عشر نقاط ولهلال عشر نقاط وتتأهل انت بفارق الاهداف نتيجة طبعا التساوي في النقاط وفي المواجهات المباشرة لذلك الفوز على القطن كان مهم جدا عشان تقدل كافة الاهداف انت رايح ماتش القطن الكاميروني موجة يعني جايب 7 اهداف وعليك 8 اهداف فانت سالب واحد فكان مهم جدا تزود حاصلة الاهداف وده اللي حصل وده اللي اشتغل عليه الجهاز الفني وده اللي اشتغلت عليه اللعيبة في مباراة القطن الكاميروني الفكرة مش في السلاس نقاط بطالقطن طبيعي تكسب القطن طبيعي تاخد 3 نقاط من القطن الكاميروني شايفين طبعا الفرق في المستوى الفني بابين الاهل وصندانز والهلال مع القطن الكاميروني فكل الفرق كسبت في جروة فكان الطبيعي لك انك تكسب في جروة ولو عايز تنافس تكسب في جروة فكسبت بس كان المهم ان يكون عندك عملية حسابية عشان تعرف الجولة الاخيرة انت مستني فيها ايه عشان كده جيل لسكوري كبير اربع اهداف مقابل للشي وكانت ممكن نتيجة تزيد عن كده ولكن الربعية دي اتاحت للاهل فرصة انه في الجولة الاخيرة مش محتاج غير حاجة واحدة بس يكسب الهلال واحد سف يتأهل الى الدور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا موعد المباراة خلال 48 ساعة سيتحدد بشكل رسمي اليوم والتوقيت والزمن الساعة اللي هتتلاعب فيها مباراة الاهلي والهلال السوداني هل ممكن مباراة ساندونز والقطن الكاميروني تتلاعب في توقيت واحد في الزل ممكن البعض يقول لك ما هو الهلال بينافس مثلا على الصدارة فالمفروض تتلاعب المباراةين في توقيت واحد مع الوظف الاعتبار ان المباراةين هيتلاعبوا في شهر رمضان ده هيتحدد خلال 24 ساعة يوم الاتنين بحد أقصى هيكون معانا كل المعلومات الخاصة بتعيين او تحديد الموعيد الخاصة بهذه المباراة ملعب المباراة اللي بنسبة كبيرة طبعا هيكون استاد القاهرة الدولي بعد ما انتهت امم افريقيا للشباب كمان توقيت المباراة 31 مارس او 1 ابريل بالنسبة كبيرة هتتلاعب حوالي الساعة العاشرة او التاسعة مساء بإذن الله بتوقيت القاهرة مع الوظف الاعتبار ممتش جنوب افريقيا اعتقد ممكن يتلاعب في توقيت واحد وساندونز يواجه القطنة ايضا مساء في نفس التوقيت المتش من مصلحته ان يتلاعب 1 ابريل لان فريق المنتخب منتخب مصر عنده مباراة في ملاوي يوم 28 مارس هيرجع القاهرة فجر يوم 29 مارس صعب جدا انك تدي راحة للعيبة يوم 29 وتتمرن 30 وتلعب 31 صعب فبنسبة كبيرة يعني وارد بنسبة كبيرة ان المطش يكون 1 ابريل وده بس هيتحدد خلال 48 ساعة اللي جاية وزي ما انتم متعودين مننا هنجبلكم كل التفاصيل المتعلقة بموعد ومكان وتوقيت اقامة هذه المباراة في الجولة الحاسمة والفاصلة من الجولة الستة واخلال اعتقد كمال على نهاية الاسبوع هيكون تحدد طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراة في الجولة الاخيرة والحاجة التالتة ننتظر يا رب بإذن الله يكون في حضور جماهيري كبير جدا في استاد القاهرة الدولي معنا انك بتلعب في استاد القاهرة فكرة الخمس تلاف والعشر تلاف اعتقدة تبقى صعبة جدا الاهلي حاليا هو الممثل الوحيد لمصر في دوري ابطال افريقيا اعظم واهم بطولة افريقية بعد خروج الزمالك الاهلي هو الممثل الوحيد للقرى المصرية في دوري ابطال افريقيا فانا تمنى بإذن الله يكون فيه تعاون من كل الجهات المسؤولة وانا واثق تمام الثقة ان كل الجهات المعنية هتساعد بنسبة كبيرة في توفير كل الاجواء لفريق النادي الاهلي في مباراة الهلال السودان لانه مباراة تحديد مصير بغض النظر عن فكرة التأهل انت مباراة محتاج تلعب فيها قرة قدم بجد مش عايز اتكلم على امور تانية خارج الملعب بس احنا بجد عايزين نعمل مباراة على مستوى عالي جدا فكرة انك تلقن المنافس درس في القورة ده مهم جدا وده حق مشروع بالمناسبة يعني انت فريق خسرت منه واحد سفر والاجواء اللي حصلت والمصاحبة للمباراة محتاج تثبت له انا هو طبعا التاريخ بيثبت كتير بس انت في لحظة من اللحظات لما البعض بيتناسى او بيحب يفتكر كده في لحظة انه هو ممكن كسب بطل افريقيا فابقى اعلى من بطل افريقيا لا هو جايلك بقى 11 ل11 11 رجل ل11 رجل في الملعب فانت محتاج تعمل عليه مباراة كبيرة يبقى درس في فنون القورة لبطل افريقيا ونادي القرن الافريقي على ملعب استاد القاهرة امام المنافس سفري الهلال اذن الله في الجولة السادسة ده مهم جدا لان في نقاط انت محتاج تدفع عن كبريائك سيبكم من فكرة التأهل والوصول انت اخر 7-6 سنين توصلت فينال 5-6 مرات فمش مباراة كورة هي اللي هتخليك تدفع عن كبريائك ولكن في فرق كده محتاج تثبت لها لا انا اقدر اكسبك واكسبك بسكور واقدر اعمل عليك جيم كبير قوي ده المطلوب في المباراة اللي جاية والمباراة دي تحديدها المباراة لعيبة على فكرة قبل ما تكون مباراة جهاز فني دي مباراة لعيبة لازم تدفع عن نفسها وتثبت ان هي جديرة بالنهاية تكون في الدور ربع النهائي وتوصل كمان لمسافة ابعد من كده في دورة ابطال افريقيا على فكرة الامور دي مشروعة في الكورة ودي تحديات احنا بنتكلم عليها عشان يعني نشحن اللعيبة ونجهزها ونحضرها لمباراة الهلال السوداني في الجولة الستة الجمهور مش عليه اللي حاجة واحدة بس يتواجد فلستاد يشجع بحماس وما يديش فرصة ولا مساحة لأي حد يمسك عليك غلطة المباراة دي تحديدا الجمهور يروح الملعب يشجع ويساند ويؤازر تسعين دقيقة تشجيع مثالي مش عايزين غير التشجيع المثالي المسندة والمؤازرة وعايزين نسمع كده زئير الجماهير في استاد القاهرة الدولي في مباراة الهلال السوداني كان معروف دايما ان استاد القاهرة استاد الرعب لكل المنافسين وزي ما قلت مبارح على فكرة وانا في اطار تحليلي لمباراة الاهل والقطن الكاميروني قلت فوز الاهل بربعية صدر ضغط كبير على الهلال السوداني الناس هتقول لي ما الهلال محتاج يكسب ويتأهل لا ما الربعية دي وصلت احساس للجهاز الفني بقيادة تفلورانين بينجي المجير الفني للهلال انه لو جلت قاهرة لو خسر واحد سفر واخران فالاهل مش محتاج يكسب اتنين سفر او فري هدفين فهيجي القاهرة هيلعب على جزئيتين مايدخلش مرمى هدف ويخطف هدف فبالتالي العملية حسابيا بالنسباله فيها اكتر من فكرة عايز يخطف هدف عشان يصعب المطش وفي نفس الوقت مش عايز يدخل مرمى هدف انت بقى نازل ما عندكش غير حاجة واحدة بس تكسب تكسب واحد سفر بس احنا نتمنى يكون فيه سكور ويكون فيه اداء فني في المباراة تحديدا على عمل بقى تصحيح الاوضاع ان شاء الله في الدور ربع النهاية مطش القطن الكاميروني مش عايز اتكلم في كتير المستوى الفني طبعا انتوا عارفين الفرق الفني ما بين الفرقين لكن الاهلي اكتر حاجة في المباراة دي كان عايز ياخدها انه يعمل سكور ويكسب بنتيجة كبيرة بحي بجد قهربة وبرستاو يعني التجانس والانسجام اللي بين الاتنين والتمركزات اللي بياخدها قهربة في الملعب بتقول لنا ده لعب كبير جدا عنده خبرات كبيرة جدا الايقاف الحمد لله ما اصرش عليه بالعكس راجع وعنده تحديات كبيرة قهربة احرز سلسية احرز هاترك واصبح من ضمن اللاعبين اللي احرزه هاترك للاهلي في المباراة الافريقية وهو عدد قليل جدا ولكن قهربة قدر يحفر لنفسه ولإسمه جزء من تاريخ الاهلي في الفترة الاخيرة بيرستاو اداء والاروع في المباراةين مباراة سانداونزي في جنوب افريقيا ومباراة القطن الكاميروني وان شاء الله الفترة اللي جاي مع تكاتف الجميع مع النادي الاهلي يقدر الاهلي يتخطى كل هذه التحديات والصعوبات ماتش القطن الكاميروني من المباراة اللي نقدر نقول فيه لعيبة اثبتت انها تقدر بخبراتها تخرج من اجواء هذه المباراة على رأسهم علي معلول علي معلول امباري عمل مباراة كبيرة جدا ومارسي الكولر دايما عنده ثقة كبيرة جدا في اداء علي معلول فبيحتاجوا دايما في المباراة الكبيرة اللي زي دي اللي محتاج فيها عنصر الخبرة من النقاط المهمة كمان عودة عمر السلية دخل في التشكيلة الاساسية او كان متواجد انبارح في المباراة كمان وجود حسين الشحات البداية بمراوانة عطية وانا شايف مراوانة عطية من اللعيبة اللي وضعت لنفسها ما كان في التشكيلة الاساسية في البداية طبعا احنا قلنا واتفانا قبل كده لا هنقبر قوي في حجم المعطيات اللي حصلت في المباراة ولا كمان هننتقد زيادة عن اللازم نعطي كل مباراة وضعها ولكن مراوانة عطية احد الصفقات اللي اثبتت ان هي جزيرة بالتواجد في التشكيلة الاساسية بدليل قيمة منتخب مصر النهاردة فيها حمد فتحي وفيها مراوان عطية ضمكم على الشاشة يمكن زي الأطاط لعودة بأس فريق النادي الاهلي من جروة وطبعا بيستقلوا الطيارة والفريق على طول على فكرة مبارح بعد المباراة اتجه على طول لمطار جروة والرحلة الصفر كانت حوالي خمس ساعات ونصف ست ساعات والفريق الحمد لله وصل بسلامة الله صباح اليوم هيبقى فيه راحة على فكرة ممكن تكون راحة مطولة شوية يعني الناس ممكن بتتخيل راحة 24 ساعة أو 48 ساعة لا ممكن توصل راحة لحوالي 4-5 ايام لان كولر في تقريره الفني عايز يدي راحة مدة أطول للعبين عشان المرحلة اللي جاية المرحلة اللي جاية فيها ايه واحنا بنستعرض مع بعض اللغطات الخاصة بكواليس بأس فريق النادي الاهلي والعودة والناس مبرح في الكاميرون بصراحة يعني كتليها لعطات كده مميزة نهاية دي بقى قيمة الفرع الافريقية اللي عارفة قيمت وما كانت لعبة الاهلي وعارفة قيمت وما كانت النادي الاهلي لما شوف لعطة العالم علول هو بيدي التشيرتات الخاصة بلعب النادي الاهلي أو تشيرتات الرسمية للأهلي في غرفة خلع ملابس فريق القطن الكاميروني دي لعطة مهمة جدا ولعطة ان دلت على شيء بتدل ان الناس في الكاميرون وفريق القطن عارفة هي بتلعب مين فاكر انت لما بتوح تلعب كاس عالم أندية وبتبقى سعيد وانت بتلعب ريال مدريد وانت بتلعب بايرن ميونيخ وانت موجود في بطولة فيها تشيلسي وفيها ليفربول ده احساس الفرع الافريقية بيك لما بتيجي تسافر وبتلعب معهم في القدفور وفي الكاميرون وفي جنوب افريقيا الكل بيواجه نادي القرن فلما بيلعب مع فريق القرن في افريقيا بيبقى عايزه يحتفظ باتسكاره وبأي حاجة تتعلق به فريق النادي الاهل لقى تتعلم على العلون sleeves لقى تتلقى تاريخية مهمة جدا وبعتقد انه جزء من تاريخ الاهل ان الفريق المنافس يبقى عايزه يحتفظ بتيشيرت النادي الاهلي كمان رئيس نادي القطن ان يكون في استيبال فريق الاهلي ويكون في وداع فريق النادي الاهلي من مطر جروة ويكون السفيرة سفيرة جمهورية مصر العربية في الكاميرو الموجودة كمان في وداع الفريق في مطار جروة كل الوقتات دي اكيد بتدينا مدلول ان الاهل الحمد لله يعني بيحظى بحب واحترام الجميع البعض يحاول يصدر صور تانية ولكن بتبقى صور سلبية دمكم اهي على الشاشة اللقطة دي تريند على فكر احنا برنامج اسمه التريند وبرنامج سوشيال ميديا انت بتتكلم مش تشيرت معلول لوحده لا ده داخل بحوالي اكتر من خمس ست تشيرتات بتتوزع على لعبي القطن الكاميرون تشيرت النادي الاهلي دي لقطة يعني اعتقد مهمة جدا ولازم نبروزها ونتكلم عليها لان البعض في بعض الاحيان بيحاول يقولك ايه اصلي الاهل عنده مشاكل معفرة كتير لا الاهل ما عندهش مشاكل انت اللي عندهك مشاكل مشاكل بقى غيرة نجح فريق فريق ده ما بيوصل لنهايات فريق بيخاف انه ممكن الاهل يوصل للدور ربعي النهاية فممكن يوصل للنهاية بكل السهولة نتيجة ان الاهل ده فريق البطولات دي امور تخصك انت لكن انا ما عنديش مشاكل مع حد انا بيحكمني التعامل المبين ومن اي مؤسسة رياضية في القرى الافريقية هي اللوايح والقوانين طيب دي كل الاجواء الخاصة مباراة القطن وفرص التأهل فيه مباراة الجولة الاخيرة طيب قصة مباراة الاهل والمصري في كأس الرط في نقاط مهمة جدا عايز اتكلم عليها اولا الفترة الاجندة الدولية من 20 ل29 مارس طيب الفترة دي كلها الربطة عملت ايه حددت مباراة كأس الرط طيب قدامنا على الشاشة ده خبر الاهل النهاردة اعلنوا بشكل رسمي ان الاهل يطلب تعجيل مباراته في كأس الرط لهذه الاسباب وفي سياق الخبر مكتوب تفاصيل مهمة جدا موجهة من ادارة النادي لربطة الاندية المصرية ليحة مسابقات الربطة بتنظم مسابقة الدورة العام وكأس الرط تمام انا هستعرض المكتوب في الخبر قدامكم على شاشة بس من غير اراية اشرحوا لحضراتكم بشكل بسيط جدا عشان لاستفهم معنا الموضوع حضرتك وانت بتعمل ليحة ربطة الاندية المحترفة قلت فيها مثلا يعني في الاحكام الختمية ان لو الاهلي او اي فريق عنده اكتر من اتنين لعيبة في الاجندة الدولية ليه حق انه يطلب تاجيل المبارات طيب ليحة المسابقات بتعطي الربطة بتنظم الدوري وبتنظم كأس الرابطة ما هي الربطة هي اللي بتدير بتدير المسابقتين الدوري العام وكأس الرابط هل دي ليحة ودي ليحة ما شفناش هي ليحة واحدة طب الليحة لوحدة الاحكام الختمية مكتوب فيها ايه انك لو عندك اكتر من اتنين لعيبة تطلب تأجيل المباراة الاهلي عنده ايه بقى برستاو أليو ديانج علي معلول ادي تلاتة في منتخبات جنوب افريقيا ومالي وتونس عندهم تصفيات امم افريقيا الموهلة للقودفور زي بالزبط الاهلي زي بالزبط منتخب مز اللي عنده مباراتين مع منتخب ملاوي ادي تلاتة لعيبة فبيتالي خلاص بس هنتقطنا العدد لا اصبر بس ده فيه اكتر من كده عندك اربع لعيبة في المنتخب الالومبي اللي عنده مباراتين مع زنبيا في التصفيات الافريقية المؤهلة لأولمبياد تباريس فكده بقينا سبعة طب خش على المنتخب الاول عندك سبع لعيبة نهاردة تم اعلانهم من روي فيتوريا اش الناوي ومنعم وقهربة ومروان عطية وحمد فتحي ومحمد هاني بنتكلم على سبع لعيبة فبنتكلم فاربعتاشر لعيب اربعتاشر لعيب من صفوف الفريل اول في المنتخبات مصر تونس مالي جنوب افريقيا وكمان منتخب مصر الالومبي فعايز نلعب كاس الرابط ما عنديش مانع ألعب كاس الرابط بس حضرتك قلت ايه فلايحة كاس الرابطة قلت انك لما تيجي تلعب مبارات كاس الرابطة تلعبها بدون الدوليين من خلال لعيب الفريل اول يعني لو عايزة طلع فريل الفين واربعة مثلا يعني يلعب المباراة زي ما حصل في تجربة بيتسو لما كانت تكسر رابطة في اول نسخة بمجموعات لعبنا بفريل الفين وثلاثة والفين واربعة حضرتك قلت لا لايحتك قالت لا ألعب بالفريل اول بدون الدوليين الفريل اول بدون الدوليين يعني ايه اللاعبي الفريل اول اللي بلعبه في الدور الممتاز ولمقايدين حتى في القائمة الافريقية ده معنى اللايحة بتاعتك اللي انت عايز تقولها ما تجيب ليش فريل الناشئين مثلا طب انا هلعب بمين لما الاربعتاشر يكونوا في المنتخبات هلعب لك ماتش المصري مثلا بخمستاشر اواربعتاشر لعيب يعني العدد غير كافي تكافؤ الفرص غير موجود هو انت مش البند الاساسي في اللايحة عندك العدالة ما بين الاندية اين العدالة اين العدالة اولا لا في تكافؤ فرص ولا في عدالة طب سيبكم من كل ده انا بس بحط المعايير كلها للربطة عشان الناس تبقى سامعانا دلوقتي تبقى عارفة المشكلة فين الحاجة التالتة ماتش الهلال السوداني مع الاهلاء هيتلعب امتى واحد وثلاثين مارس واحد وثلاثين مارس ده المعادل المبدئي ممكن يكون واحد ابريل نتمنى يبقى واحد ابريل بس نفترض واحد وثلاثين مارس ماتش الاهل والمصري امتى سمعة وعشرين مارس هل منطقي هل لعب مباراة في كاس الرابطة سبعة وعشرين مارس وعندي مباراة بعدها بثلاثين وسبعين ساعة مع الهلال السوداني مباراة حاسمة وفاصلة هنقرر نفس الخطأ اللي حصل لما حضرتك حطت لمطش المقولين قبل مسافر جنوب افريقيا بتمانية واربعين ساعة يعني هل لعب مطش المقولين التلات سافرت الاربع اتمرنت خميس جمع لعبت السبت شفت المستوى الفني والبدن ومبارح كولر اتكلم ان التوقيت كان صعب جدا ما تمش تحضير اللي عابين بشكل قويس في ظل نقص الاكسجيني اللي موجود في جنوب افريقيا فحضرتك تيجي تحط لي نفس المشكلة قبل ما لعب مع الهلال الجولة الفصلة لعب مع المصري من ساعة وعشرين طب ما النهاردة احنا بتكلم كام النهاردة تمنتاشر ليه خليتها ساعة وعشرين اه طبيعي الاهل هيرجع ياخد مثلا يومين ثلاثة اجازة طب ايه الفكرة بالنسبالك انك تزنوني في التوقيت ده هو انت عارف تخلص دوري او تخلص كاس عشان تحط كاس الرابطة دلوقتي ما لسه عندك مساحة وقت ما انت ممكن تلعبها في شهر 6 لما تخلص الدوري ما فيه فرق في مصرية ممكن تخرج من افريقيا فبالتالي الموعيد تبقى متاحة ليك انا قلت لحضراتكم العناصر لعبت المنتخبات ليحة الرابطة بتقول ايه اكتر من اثنين لعيبة تطلب التعجيل واعتقد اعتقد بنسبة كبيرة الرابطة اعتقد يعني لازم توافع على هذا الطلب لانها لو ما وفقتش على هذا الطلب اعتقد هيكون فيه مستجدات اخرى خلال الفترة اللي جاي احكام الختمية اللي لاحة الرابطة المدة بمية وتسعة واضحة لا تقبل اي جدل يا حج عامر انت اللي كاتبها بنفسك دي كانت مقدمة مهمة جدا عن مشوار الاهلي في افريقيا والحديث عن مباراة الاهلي والمصر نخرج لفاصل ثم نواصل بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وتريند الاهلي شوف مع بعض تريند الاهلي والكاتب في السوشيال ميديا لان فيه كلام مهم جدا انكتب في الساعات الاخيرة نبدأ مع بعض بالحساب سبور تلتمائة وستين مصرية وبيكلموا ان فيه عشر مباريات لقهربا بيساوي عشر مساهمات تهديفية طيب قهربا يعود لقائمة المنتخب بعد تقلقه مع الاهلي في عام عشرين تلاتة وعشرين احرز سبع اهداف وعمل تلاتة اسست في عشر مباريات طيب اليوم السابع كولر يدرس منح الفرصة للبدلاء والوجوه الشابة في بطولة ترابطة الاندية هنا الكلام بالنسبة لليوم السابع على اطار ان مثلا اذا اقيمت هذه المباراة سواء قبل هذا الموعد او في موعد تاني ممكن كولر يدرس منح الفرصة ولكن بالتفاصيل المكتوب على موقع اليوم السابع بعيدة تماما عن الواقع اللي احنا بنتكلم فيه اولا كولر محتاج فترة راحة محتاج فترة تحضير لمباراة الهلال في الجولة الحاسمة والفاصلة والحاجة التالتة والاهم توقيت هذه المباراة طبقا للوايح توقيت غير قانوني اولا كل المحترفين برا اللايحة قالت لو اكبر عدد من اللعيب عندي ما قدرش العب بهذا الشكل وعند 14 لعيب زي ما شرحنا في الفقرة السابقة طيب ناخد كمال خبر اللي قبل ده حساب الوطن سبورتي بيتكلموا لان فيه 17 لعب في قيمة غيابات الالي في كأس الربطة منهم 3 مصابين انا قلت اللي 14 قلت بيرستاو وقاليو ديانج وعلي معلول منتخب تونس مالي جنوب افريقيا 4 في المنتخب الولمبي و7 في منتخب مصر الاول ف14 لعب تب من التلاتة التانيين عشان يبقوا 17 بنتكلم على اصابة محمول متولي بنتكلم على اكرم توفيق بنتكلم كمان على كريم فؤاد فبنتكلم على 17 لعب مش موجودين في مباراة المصر اللي هتتلاعب المفروض اخر شهر مارس هكمل اللي بقيمة بمين بقى ب13 او 14 لعب وانت بتقول لي ألعب بالفري الاول اللي هم معايا في قيمة الفري الاول والعب بدون الدوليين اين العدالة واين تطبيق اللوايح اللي حطتها ربطة الاندية في لايحة المسابقات اللي تم اعتمادها من الاستاذ عامر حسين وبتوقيع الاستاذ عامر حسين والاستاذ احمد دياب رئيس ربطة الاندية طيب نروح كمان للوطن سبورتو بتكلموا على تطورات اصابة الشناوي اشعة جديدة على العضلة الامامية طيب كلنا عارفين كانت فيه اصابة كبيرة جدا لعدد من اللعيبة بالنسبة للشناوي وكمان لأكتر من لاعب في مباراة امبارح علي معلول شعر يعني التواق بسيط في الانقل الرجل والشناوي كان حس كده بألام في العضلة الامامية وتم استبداله ما بين الشطين ونزل علي لطفي والاصابة التالتة اللي كانت عند قهربة وكمل عليها كان فيه كدمة قوي جدا فيه فروة الراس وحتى دكتور احمد عبابلة كلنا شوفنا لما نزل وعمل روباط شاش على رصة قهربة لكن الحمد لله قدر يكمل المباراة وقدر يحرز هاتريك وعمل مباراة كبيرة فكان فيه غيابات يعني ممكن تكون وردة فيه الفترة اللي جاية لكن الاصابات دي ما مناعتش الآن ان هو يعمل مباراة كبيرة جدا امام فريق القطن الكاميروني بالامس علي معلول كمل طبعا لغاية دي احوالي سبعين نزل مكانه احمد نبيل كوكا الشناوي لما اصيب خرج ونزل مكانه طبعا علي لطفي وبعد كده قهربة خرج ونزل مكانه حسين الشحات بالمناسبة عايز اتكلم على قهربة كلنا عارفين يعني يعني ايه لما تحرز هاتريك تهرز هاتريك يعني تحتفظ بكرة المباراة مبارح قدامكم على الشاشة طبعا اللعيبة كلها بتنضي على الكورة وكل الناس شايفة طبعا لعبة النادي الاهلي محمد هاني وعدد من اللاعبين بيوقع على الكورة بالنسبة لي قهربة الكورة دا يحتفظ بها كهربة اولا جاية في توقيت صعبة جدا فترة ايقاف كانت طويلة رجع لعب مباراة تعظيمة احرز اهداف عدد مباراة قليل عمل اسست في اكتر من مباراة وكمان يحتفظ بالكورة الكورة الهاتريك واللعيبة تنضي فده حاجة مهمة جدا يا قهربة اكيد تستهل كل خير وانت بتكتهد وبتشتغل في تحديات بتواجهك لكن انت عندك اصرار انك تعمل انجاز مع النادي الاهلي واعتقد يعني رسالة مهمة جدا من قهربة لاي لاعب الكورة مش فنيات بس الكورة مش تاكتك وتعليمات مدير فني بس انت من جواك لازم يكون عندك تحدي مهما وجهت من ظروف ازاي تقدر تتغلب على هذه الظروف فانا شايف قهربة مثال مهم جدا لاي لاعب عايز يثبت للجميع انه هو قادر على ارتداء تي شيرت النادي الاهلي اللي بيلتزم اكيد ربنا بيكرمه وبيوفقه والنهاردة قهربة بعد غياب 3 سنين موجود في قايمة المنتخب ومنازمة قايمة المنتخب نخرج لفصل وبعد الفصل نرجع عندنا كلام مهم جدا في الترند المحلي وتصرحات مهمة للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر طيب قايمة منتخب مصر النهاردة كان في مرحلة جديدة لروي فيتوريا مع منتخب مصر عنده مباراتين مع ملاوي في التصفيات الافريقية الموهلة لكأس الأمم في القدفور يناير عشرين أربعة وعشرين نهاردة منتخب مصر بالتأكيد تم الاعلان عن القايمة وسبع لعيبة موجودين من النادي الأهلي من ضمنهم طبعا قهربة والشناوي وعدد من اللعيبة طبعا الشناوي كان فيه إصابة وكل حاجة ده هيتحدد خلال الساعات الجاية لو الإصابة هتطول معاه أكيد هيتم استبعاده من قايمة المنتخب بس هنستنى نشوف في الساعات الجاية لما تبدأ لعيبة تنضم من المنتخب ونشوف في الجهاز الطبي في قيادة الدكتور محمد أبلالي هيتعامل إزاي مع إصابات لعيبة النادي الأهلي لكن نروح مع بعض للترند المحلي ونبدأ مع بعض الترند المحلي من قايمة من صفحة اتحاد الكورة واللي أعلن القايمة الرسمية 24 لاعب في قايمة منتخب مصر استعدادة لمبارتين ملاوي المعسكر في خلال شهر مارس هنلعب مبارتين مع ملاوي 24 في القاهرة 28 مارس في ملاوي الساعة 3 العصر دي مباراة الجولة الثالثة والربع في حرصة المرمى في الشناوي واحمد الشناوي محمد صبحي الدفاع محمد هاني يشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري محمد حمدي فتوح جازي علي جابر عبد المنعي موسامة جلال خط الوسط طريق حامد امام عشور محمود حمادة مروان عطية حمد فتحي زيزو مصطفى فتحي عمر مرموش عبدالقادر محمد صلاح في الهجوم مصطفى محمد احمد حسن كوكا ومحمود قهربة دي القايمة اللي اعلنها روي فيتوري طيب نكمل ما بعد ونشوف حساب في الجول وقالوا قهربة يعود لقايمة منتخب مصر منذ 2019 يعني بنتكلم اخر مباراة خضها كانت يوم 18 نوفمبر 2019 ضد جزر القمر يعني 3 سنين و5 شهور 3 سنين و5 شهور لو عدنا بقى الايام وعدنا الشهور هتطلع ارقام كتيرة لكن ده دليل ان اللعيب من جواه لو عنده تحدي انه يرجع بسرعة هيقدر وده الله حصل مع قهربة لو لعيب غير قهربة عانى المعاناة اللي حصلت معاه خلال السنتين اللي فاته والظلم اللي اتعرض له كان ممكن يبطل كورة لكن قهربة كان عنده تحدي وعارف ان ربنا هينصفه رغم كل اللي اتعرض له ورغم الظلم اللي كل اللي شاه في الفترة اللي فاته بس يقدر يثبت ان هو جاهز ومشكلته ان شاء الله هتتحل خلال الايام القليلة القادمة طيب ده بالنسبة حساب في الجول حساب الاتحاد المصر النهاردة روي فيتوريا كان ليه مؤتمر صحفي وتصرحات مهم جداً لوسال اعلام وتكلم فيها عن مواجهتي ملاوه في التصفيات المؤهلة لكأس الامم عشرين تلاتة وعشرين وقال تصرحات مهمة او في غاية الاهمية بالنسبة للجميع تعالوا نسمع ونشوف اهم التصرحات الالها روي فيتوريا خلال المرحلة الجاية ازاي يضم اللعيبة لاختار قهربة والتحديات اللي ممكن يواجهها خلال الايام القادمة عشان يعمل نتائج مميزة في مواجهتي ملاوه تعالوا نسمع ونشوف ثم نواصل مع بعض بقى فقرات برنامج التريند اشتركوا في القناة باعتراف الاخ구 على فقرات مشتركات جيدا باعترافعنا تعالوا أنم الحلول بسيطات انتقال ضحى praise كما تطبق بشع cher brauchen على جثنا الزائع cep عن الاخرين كانت کوديم مع ابرافعنا \' smiles고ك ولد شهر أحابها حسابER موسيقى 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 ا culmin ها دا لددنا 22го تنظري تنظري اليوم لدنا 26 رهيها فيidgeو اشتري إلى اللقاء ليوم 26 التنظري إلىSL وليوم ربي إلى الهدواء يسلك أ oper هايدو tout this يوم وتنظري اليوم يستيق чет Porque humano como também vocês sabem, vai começar o ramadão. Yящimde jagar um bom ramadão a todos. Este estágio vai ter uma particularidade de ter o período de ramadão a meio do estágio. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА فعلا بشهر رمضان منها يحملنا كل شيء يحملنا الطريق في المواسكر يدهي عيدي ومعرفت أنه يمكن أن تكون مفيداً على المعارضة ويوجد مفيداً لكي أعرفت أنه يكون مفيداً ويوجد مفيداً على المعارضة يبدو أنه قمت بتجميع 3 قولة من الأن لأنه قد وجدت ونحن نقوم بتعديل هذه الأعقل وطبعاً الحمد لله للاعب أحرز أمس 3 أهداف وطبعاً يوكتمره مبي داعا مهم جداً أن تصرحات روي فتوريا عن قهرابة تحديداً بصراحة أولاً تصرحاته جاية في توقيت مهم جداً تصرحات بتنهم على أن المدير الفني بالفعل اللي كان عنده اختبار مهم هل الرؤية الفنية بالنسبة له هي المقياس في أي شيء فأعتقد النهاردة رؤية فيتوريا نجح في هذا الاختبار أنه بالنسبة له أهم حاجة أنه عايز ينجح فبيختار اللعيب المناسب في التوقيت المناسب فهو شايف التوقيت ده قهربة فرض نفسه بشكل كبير على كل مهاجم الدور المصري على فكرة خدوا بالكم لو بسطوا القيمة منتخب مصر هتلاقوا فيها اتنين فرودة من محترفين في الدوريات الأوروبية كوكا ومصطفى محمد لكن ما فيش رأس حربة موجود في الدور المصري إلا قهربة وأعتقد دي رسالة مهمة جدا رؤية فيتوريا كان عايز يقولها وقال إن اللعيب ظهر بشكل كويس اتكلم على إنه نبارح مباراة القطن الكاميروني خلاص بقى أكدت الاختيار لازم يكون موجود أي حد تاني بيقول أي وجهات نظر تاني أعتقد مش هتكون مقبولة عشان العدالة مهمة جدا لأي جهاز فني لو عايز ينجح أي منظومة عايزة تنجح لازم يكون في عدالة في عدالة هتنجح ربنا هيكتب لك التوفيق وإن شاء الله بإذننا نتمكن التوفيق لمنتخب مصر الفترة الجاية في الظل إن فيه مزير فني بيختار طبقا للرؤية الفنية بتاعته في المرحلة اللي جاية طب ده المنتخب الأول المنتخب اللي قلوم بيأخباره إيه كلنا عارفين الجهاز المنتخب بقيادة تميكالي استعان بحوالي 25 لعب وكان فيه زيارة مهمة جدا من دكتور أشرف صبح وزيري الشواب ورياضة مع الأستاذ جمال علام رئيس التحاد الكرة صفحة الاتحاد نشرت وقالت فيه زيارة من أشرف صبح وجمال علام للمنتخب الأولمبي دكتور أشرف اتكلم مع الجهاز الفني للمنتخب وقال لهم احنا بنتعاون مع مجلس الجبلية وحارسين على توفير كافة الأجوال إيجابية من أجل تحييق نتائج طليق بمصر الجديدة وفي هذا الشأن الوزارة كمان بالتعاون مع اتحاد الكرة وفارة طيارة خاصة لنقل بعثة المنتخب خلال مبارتين زامبية على فكرة مبارتين زامبية هتتلعب يوم 22 مارس و 26 مارس المباراة الأولى في القاهرة والمباراة الثانية يوم 26 مارس في زامبية دي الجولة الأخيرة تكسب وتتأهل هتروح للتصفية النهائية اللي هتتلعب في المغرب هتبقى بطولة تحت 23 سنة زي لنظمتها مصر من حوالي 4 سنين قبل التصفيات المؤهلة للأمبيات الأخيرة اللي تأهلت من خلالها منتخب مصر بعد الفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة فدي المرحلة قبل الأخيرة آخر تصفية هتكون بإذن الله في المغرب في الصيف المقبل طيب آخر حاجة معنا في الترند المحلي ميكالي بيحدد ده موعد الإعلان عن قيمة منتخب مصر الأولمبي ميكالي بيحدد قيمة منتخب مصر كلنا عارفين أن ميكالي يعني حوالي 40 لعب انضمه لكن طبعاً هيختار 25 لعب القيمة النهائية قبل مباراة منتخب مصر مع زنبي طيب ده كلام مهم جداً بخصوص المنتخب الأولمبي وإن شاء الله بإذن الله يقدر يختار قيمة النهائية اللي هيستعين بها في مبارتي زنبي الوقت دائع جداً ما بين المباراةين 22 و 26 دي كانت أبرز النقاط في الترند المحلي منتخبنا الوطن الأول والمنتخب الأولمبي وإن شاء الله كل التوفيق للمنتخب الأولمبي طيب قبل ما أروح للترند العالمي في ترند دلوقتي برضو لقهربا يمكن نشر منذ قليل يعني الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا كبير قوي تدروا بقى تقولوا إيه يعني يكون هدف الأهداف اللي أحرزها في مطش القطن الكاميروني ممكن تكون لها علاقة بقى بالانضمام لمنتخب مصر ممكن يكون لها علاقة بالانضمام لمنتخب مصر بس كهرباء زي ما نشايفين قدامكم طايم قدامنا 47 ديئة يعني 12 بعد نتيجة مباراة ساندونز والهلال اللي حصل فيها تعادل إيجابي هو في جميع الأحوال الحمد لله على كل حال ولكن كهرباء من اللعيبة اللي لما تركز في الرسائل بتاعتها تعرف أن لها مغزى كبير جدا طيب آخر حاجة معنا في الترند النهاردة هيكون الترند العالمي وبسرعة هناخد معنا في الترند العالمي البداية مع محمد صلاح محمد صلاح النهاردة في الترند العالمي قال كلام مهم جدا حساب فوتبول توك على تويتر بيقول أن محمد صلاح يريد مغادرة ليفربول هذا الصف ويرى إسبانيا أفضل وجهة لي في المستقبل كلام كتير قوي بخصوص صلاح في الفترة الحالية إيه اللي ممكن يحصل في الفترة اللي جاية هنشوف بعد نهاية الموسم هل صلاح هيكمل في ليفربول ولا ممكن يكون عنده رغبة يلعب في إسبانيا وعلى مستوى الشخص يقولين عارفين أن صلاح نفسه يلعب في ريال مدريب بس ده هيتحقق ولا لا هنشوفه الفترة اللي جاية في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي بإذن الله في حلقات جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء